اشتركوا في القناة نبدأ فقراتنا النهاردة بموهبة رائعة جدا وكلنا ممكن نكون بنحبها جدا وهي موهبة الشعر كلنا طبعا ساعات بنبقى عايزين نكتب اشعار واشعار واشعار لكن لازم يكون في عندنا موهبة معنا النهاردة رحبوا بضيفي معايا مشرفنا النهاردة في الستوديو الاستاذ محمد قطب عبدالتواب الشعر وصاحب كترات خاصة اهلا بحضرتك مشرفنا النهاردة ومنورنا وبجد سعاداء جدا بحضرتك كلمنا في الاول كده عن الشعر كلنا بنحب الشعر حضرتك انا يعني بالنسبة لي انا طبعا انا كنت بحب الشعر من زن عمد اذافر يعني من انا صغير كنت بحب الشعر وموهوب وعندي الملكة وطبعا كنت بحب القراية وهقرى وحب الشعراء وكده فطبعا بقت اسقى الموهبتي للقراية وانا بطلع على الشعراء بدأت من امتى يا سيد محمد؟ بدأت يعني في سن ممكن وانا في ابتدائي او في عدالي في نهاية المرحلة الابتدائية او الاعدالية يعني طبعا الموهبة تبقى موجودة من الصغر بس تتنمى يعني وكده وبتتسقط تمام يعني انت اصلا كنت بتحفظ مثلا اشعار وابيات وكنت بتلقيها اه بتلقيها تمام مين بقى نمى فيك الموهبة دي والله يعني طبعا اسمحت لشعراء كتير وقرأت لشعراء كتير برضو فطبعا زي المتنبي زي حافظ ابراهيم زي أحمد شاوي وزي جماعة الجدل طبعا طب خلينا كده نبدأ بأبيات من الشعر طبعا طبعا انا بكتب عمية وفصحة وعمودي وكل انواع الشعر حتى الشعر القصصي بكتب برضو فيه طب خلينا نبدأ كده حلقتنا بحاجة كده طبعا حب الوطن من الإيمان ايوا طبعا فطبعا فلازم نبدأ الاول بقى بحاجة عن حب الوطن قصدتنا بتتكلم عن مصر وحب مصر فاسمها الولاء لمصر فبتقول يا عمية مش مستني انا اقسم ولاء ليكي انا عشت الحياة بيكي وبيكي هكمل المشوار ليوم هيئس ولا هحطار ولو تبقي حتى شعلت نار انا بدمني هطفيكي انا ابنك وشاريكي ماليش غيرك انا طيرك هغني للنهر ليكي ولو يتخلى كل الكن عن حلمك المشروع مش هتخلى وفديكي ولو ضاعي الحنين كله انا من دمي هرويكي هشل همك على كتافي واحشأ حضنك الدافي وهفضل تلسن نوافل امانيكي انا مش ممكن اتخيل نهر احياه ومش فيكي انا مش ممكن اشرب غير من نيلك الطاهر القاهر اعاديكي لانه ترياك الحياة وروح حي ما غرم بيكي لانك شمس احلامي بتطلع لما عاش فيكي انا بعدك مالي الزكرة واخد عهد على نفسي اموت ليكي واموت فيكي واخد عهد على نفسي اموت ليكي واموت فيكي الله بجد بجد فعلا في حب مصر كلنا طبعا بنحب مصر وهنيك لو هنتبع عنها اشعار فهنيك تبقى اشعار واشعار طيب قول لي مين الشعر المميز عندك اللي هو خلاك ان انت تبقى شعر متميز والله يوم كذا واحد طبعا فهو لكن احمد شاول مثلا شعره جميل اه طبعا وحافظ ابراهيم والناس دي ناس عمالقة يعني فكراعا الواحد قرأ لهم كده اه طيب بس طبعا الشعر بتاهم يعني يعني تقيل شوية مينفعش من العصر الحاضر يعني فلازم ان طبعا فيه انسابية الوقت شوية وفيه ميقول الشعر العامية شوية وكده طب الاكتر شعر انت بتحب تكتبه اللي هو العامي ولا اللي هو ايه لا انا بكتب فصحة حلو قوي وبكتب برضو عامية حلو بس بحب الفصحة اكتر يعني الفصحة اكتر بس لقي ان العامية يعني ماشية شوية يعني اه على اساس ان احنا ممكن نفهمها عشان بس تصل للمدارك الناس وكده تصل لكل احساس اعايز يعني او اي حد يحس بالكلمات طب ممكن نسمع حيطة تاني طيب ماشي هنقول يا دمعة العين زرفي فلعل دمعك نهر يفت في سخر القلوب ولعل نفس حرة قد هدها متراك يأس بالزنوب حتى الامان قد طلط مخدها فاطرقت باب الهروب خدعتنا رايات كانت تسور نفسها خفاقة وقت الحروب سقطت نفوس من العيون كسخرة سقطت على رأس تجود وتلتخت وجه الحقيقة بالدجاة وتغيرت كل الدروب وتقطعت اوصال مجد شامخين وتقطعت اوصال مجد شامخين شمس الأصيل تراها تذهب للغروب شمس الأصيل تراها تذهب للغروب طبعا انا قولك يعني وقت لقد احنا النهاردة لازم نسمع منك كل الأشعار ناشا 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 والله جميلة جدا طيب انت قلت انت بتحب ان انت تكتب عامي عاميا طيب دي كده يعني عامية كده لا كده فصحة دي فصحة طب قلنا حاجة عامية بقى عامية حاضر طيب انتو احتي يوم او توهك خوفك اسأل بنفسك على اللي جاب خوفك انت اللي مش قادر تصدق انك بفعلك واللي انت فيك خوفك كبرت خوفك فيك وزرعت أرضك سخط أفعالك القذرة هي اللي بتحزبك فاكر في اليوم الفلاني اللي فيه تغيط وظلمت غيرك وخدت غرحقك ومشيت مزهزة بنشوت ظلمك نسرقك خد منك الأيام الحلوة وبعتر على الآخر ورقك قلت انه الهروب ماكسب وفي أي الضروب أهرب ضع كل ما بتحسب وهو غرقك لما بقيت تايه بعيد عن صدقك وهو غرقك لما بقيت تايه بعيد عن صدقك في جد طفا الله خليك طيب قولي كده أستاذ محمد هل الشعر ده يعني مثلا انت بتحب تكتبه مثلا تروح في مكان معين الملكة اللي ما بتيجي لازم نعرفها الملكة اللي ما بتيجي لازم نساني مركز أنا ممكن حضرتك ساعة مكتب ممكن أنشغل عن أي حاجة حوالي وركز وكتب لأن هي زي إحاقات إحاقات بتيجي يعني مثلا بتشوف مثلا موقف معين حالة معينة بتعيش حالة معينة أو بتفتكر حاجة معينة أو في موقف بيأثر فيك أو حاجة كتير يعني طيب إحنا طبعا من الشعر عرفنا إن حضرتك عندك كدرات خاصة وبتلعب ألعاب برضو كوة صح؟ احكي لنا كده إيه اللي جاب يعني الشعر ده حاجة والقدرات الخاصة دي حاجة تانية ما شاء الله كان شاعر وكان فارس فيعني ده ما شاء الله يعني اللي ما تجتمعوا الكلمة مع القوة بتبقى حاجة حلوة ما شاء الله طب قل لنا كده الألعاب اللي حضرتك بتلعبها إيه؟ حضرتك أنا بلعب مصارعة زراعي ولعبت وشكن وفو لعبت مصارعة زراعي ووشكن وفو وبلعب مصارعة حرة ماشاء الله ماشي فكل ده حضرتك اللي عبتك طب إحنا شايفين في مدليات كده قلنا كده احكي لنا عن كل مدليا يعني حضرتك دي دي مدليا في مصارعة زراعي دي خدتها دي برونزية في مصارعة زراعي هي مدليا واحدة ولا كزا واحدة؟ لا هي دي الأولانية ممكن بس نحطها قدام الكاميرا كده نمسكها كده ونشوفها دي اللي إيه؟ دي مصارعة زراعي مصارعة الزراعي واخد فيها المركز إيه؟ المركز التالي تالي ما شاء الله وإيه تاني؟ دي حضرتك مدليا في المصارعة الحرة مدليا في المصارعة الحرة طب إنت بتقول مصارعة حرة ومصارعة زراعي وإيه تاني؟ وش يكون غفو وش يكون غفو دي غير الكون وفوق دي سندة دي بس حضرتك الكون وفوق يتقسم للسندة والأساليب طبعا حضرتك عشان الكون وفوق ينزل اللعبة لأنه لعبة خطرة جدا فعشان تبقى لعبة متاحة لأنه لو لعب وأساليب حضرتك ممكن المتقاتلين يموت يعني يلعب تموت طبعا عاملين لعبة السندة اللي هو عاملها بروستي فدي عشان يدخلها بطولات دوليين طب انت اللي اخترت ان انت تلعب الألعاب حضرتك بالنسبة للألعاب يعني قصة كل لعبة لنا روحة دي لها قصة فيعني مثلا قصة اللعبة في وشك ونوفوق انا طبعا كنت بروح النادي عندنا في الفيوم فطبعا شافوني فالمدرب شافني قال لي تلعب معنا وشك ونوفوق قلت له ماشي طبعا لأن الوشك ونوفوق لعبة محتاجة القوة وقوة التحمل فطبعا لعبت معنا ماشاء الله طب احنا برضو اكتشفنا وكذلك المسارعة برضو اكتشفنا حاجة برضو كلام مع حضرتك ان انت عندك قوة خارقة نعرف برضو ان اللي عنده قوة خارقة ده ممكن الناس تخاف منه لا لا لكن واضح ان حضرتك شاعر وبتلعب ألعابك هو وفي قوة خارقة يعني ايه الكوة الخارقة اللي عندك اه حضرتك قصدك الحاجات اللي انا بعملها اه اللي انت بتعمله ايه اه 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 شوف حاجات كده حضرتك نبتدي من الأثر او من الأكبر بأبرحتك اه من الأكبر حضرتك انا بوقف عربيات اه يعني عربية تبقى ماشية اه اه بس مش بالسرعة اللي هي الأخيرة يعني عشان بس يكون منصفين يعني لانه برضو اي حد عنده برضو القدرة دي ما بش بيقف العربية بأقصى سرعتها على اقصى سرعتها لازم تبقى ماشية اه 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 ماشية يعني نص سرعتها تلت سرعتها اه 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 يعني كده يعني ماشي وقف عربيات زيت وقفها كده بأيديك اه 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 ترجع مثلا وقفها اه 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 حضرتك حتى الموضوع ده له قصة انا كنت في يوم اه اه كنت عند اختي في عزبة النخل اه فطبعا كنت مروح فلقيت اه وانا مروح كده في طريق في عربيات مكروباز وانا مروح اركب المترو فلقيت وانا ماشي لقيت حضرتك راجل بيرجع بالعربية وهو بيرجع طص راجل كبير مع عقص كده فطبعا اه حضرتك انا كنت عارف قبليه ان انا بوقف العربيات فهو بيرجع علي وقعه وهكامل عبئة هيموته فجيت متدخل بسرعة وجيت موقف العربية عشان انقذ الراري وفعلا انقذته وربنا ساطر الحمد لله دي كت اول حاجة انت لا ايه مش اول حاجة حصلتلك طب احكي لنا اكتشفت ازاي ان انت عندك الموضوع بس حضرتك انا من صغري من صغري وانا حاس ان انا قوي بس كنتش عارف ان في عندي قدرات خارقة يعني الا في موقف معين برضه حصل ايه حكي لنا كده ايه موقف معين احنا كان قدامنا طبعا احنا في ارياف كان عندك كم سنة الاول اه كان عندي ساعتها يعني الموضوع ده من حاولي سبع سنين مثلا اوه كان عندنا قدام بيتنا اه خليجة كده او بحر اه اه فطبعا الخليجة دي السدد بمواسر كبير او كده ولا غطيان كبيرة بقى وضخمة فطبعا اه حضرتك راحوا فاتحوا اللغطيان دي عشان ينضف الغرف واسابوا الغطى الكبير بقى ده اللي هو عشان واحد يشيق عشان حد يعملوا يعني عشرة شلوه بتاع كده فطبعا حضرتك اه واسابوا بقى متعرفين فانا طبعا خفت على الاولاد عندنا صغيرين فحضرتك اه قلت لا ده انا هلازم نقفله فجيت فعلا شلته شلت الغطى اه وقفلت الغطى تاع الموسير الغطى ده يعني كان يوزين قد ايه الغطى ده مسلا انا ما عارفش بقى واسب كيف بس اقولك حديث عشان كان يشلوه كان مثلا خمسة ستة عشرة عشان يشلوه ما شاء الله وحضرتك وانا في الدراسة برضو انا صغير دي كانت البداية اه وانا في الدراسة وانا صغير كان بيخش علي زميلي في الدراسة وانا في سنوي كان بيخش بقى سبعة تمانية ما كانش بيطل معي درب اه حضرتك انا بتضرب كسمي حتى انت المصارعة اللي انت بتشوفها دي يعني برضو فيها شو شوية لكن انا بحضرتك تضربها حقيقي وكل حاجة بيسمي ومحسش بيها اه طب احكي لنا ايه تاني ممكن انت غير اه انت بقى فعربي طب انا عايز اسمعكم شعر شوية طيب انا طب ماشي ماشي طب خلاص نقول حاجة شعر ماشي والاوهام عشش مكانها الخوف وموت الاحلام عشش مكانها الخوف وموت الاحلام الفجر كان مسكنها والعهر كان خدام حتى النسيه متسمن بقى ريح تجيب اسقام والموك بقى عاصفة هيجى على المقدام والخير جناحه تقصف ما بقاش يطر بسلام والفكرة بقى بتقفل فواجهه كله امام والفكرة بقى بتقفل فواجهه كله امام لما الضمير اتكلم العدل جنبه قام قدمه التحية وضربت عظيم سلام ماشاء الله بجد بجد دي طبعا خزائج كتير حلوه انا عزة اسمعكم يعني طيب ما عليش نرجع تاني لكوه الخارقة اه بتزوق العربيات وقيتين اه حضرتك ما كملتش اه احنا حضرتك بزوق العربية بصبع اشي بزوق اه بصبع مهوية مهورة حضرتك ممكن اشيل واحد بصبع او بصبعين تشيل شخص اه وبشيل واحد كده بيد واحدة تشيل ايه بيد واحدة؟ اه شخص كده بشيله من هنا كده بيد واحدة بيد واحدة اه بيد واحدة وحضرتك بشيل شوال مليان بصبع كده او ممكن ازوق واحد بصبع واحدة وبقى كل إزاج كل بقى الحاجات الخارقة دي أنا بعملها بتاكل إزاج وبقى حتى الحاجة شفت المادة السامة اللي في اللونة دي اللي هي اللونة الدراع بقى كلها خضراتي يعني مش حاجة مملتج حتى السكاكين في البطن والمرزبات في البطن كل حاجة كل ما هو خارقة أنا بعمل طبعا يا جماعة إحنا بنتكلم نهاردة عن شخص عنده قوى خارقة يعني مش أي حد ممكن يعمل اللي سيد محمد ده بيعمله خالص وبعيد خالص عن عن الأطفال يعني ما نعرضش نفسنا للأذى وطبعا دي حاجة من عند ربنا يعني سبحانه وتعالى إنسان بيكتشفها فقلنا طب سيد محمد أنت الكل خارقة دي طبعا أكيد بيستخدمها في الخير يعني خناقات مثلا كدت حصل كنت بهالات حدة كنت بتدخل سوا أعرفه ولا ما أعرفوش وخلت بسلكها بالكلام ماشي وبالحكز ماشي أنا واحد قبل كده كان هيموت واحد ودبوا على دماغه بشومة وراح كان جايب الصليبة كده لها كانوا سوائين وكان جايب صليبة كده عشان يضبوا على دماغه بيها بعدما كان فتح له دماغه حضرتك جيت شايلها بقيلة وكانت حطوا في العربية وبيدقها في العلم عشان كان ساعتها كان هيموت فعلا ربنا تسخرني في الوقت ده عشان أنقذ الشخص كان طبعا كان كذا واحد عليه فطبعا الولد كان واحده وطبعا رب نسخرني في الوقت ده عشان طب هل حد مثلا طلبك أنه هو تعال يا محمد نعمل كذا تعال يا محمد شلنا مثلا العربية تعال شدلنا العربية دي حصل موقف زي حكي لنا كده حضرتك مرة واحد جنبينا يعني كان العربية بتاحته فشة وهو طبعا بينه وبين الرجل بتاع الكويتش مسافة بعيدة فطبعا ندهلي وقال لي تعالي العربية أنا عازها ينفخها ومش عارف يعني فش خالص فالمهم فعلا العجل بقى على الأرض كل على الأرض خالص طبعا عنده كويتش عنده بتاع ده المنفخ اللي هو بزي بتاع العجل فقال لي جنفخها لحد ما لحد ما وديها فالمهم قال لي تعالي بس رفع معي عشان طبعا أنا جنفخها هو كان عارف إن انت عندك كوه خارقة آآ آآ لأنه وقال لي جنفخها أفضل العربية وعارف إن أنا عندي يعني آآ فالمهم رحت فعلا وجدت شايلهالو لحد ما نفخها ما شاء الله مش يتقدي إيه لا مش ماشي رفعتها رفعتها له بدل الكوريج بتاع العجلة آآ 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 إيه ده ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله أكبر الله أكبر يعني آآ طبعا الحاجة معي ما حدش يعمل الحاجات دي اللي هو اللي عنده كوه خارقة أنا بنعيد تاني آآ طيب آآ نرجع تاني لسحر الشعر آآ ناشي باي تقول لنا حاجة تاني كده نا هو الحال بس هي ممكن تكون طويلة شوية ماشي ما فيش مشكلة ناشي ماشي يا سائلي عن حيرتي وهم الحزينة وأنشودتي أجيبك إني أحملك أهلا في صورتنا في صورتنا لقد شيبتني صروف الزمان ونار الفتن ونفس الظلامة أمي يتي فقاتلت حتى تناصر الدماء على جعبتي وسال الدم مني كسيل الطوفان يحمل في اندفاعه شدتي يبوح ويفصح عن كنهتي بإني وإن مات جسدي وأسخنة جراحي وطال ليلي ولم يولد صباحي ستبقى روحي هي الشاهداء سأولد أنا من جديد بلا قبدة من حديد أبدا أن يقول قد مات فإن الحياة الهوانة سعات وإن الحياة الحق السبات سوف يقولون تخطفت يد الظلم من بيننا ولم يقترف زنبا سوى أنه ما يزال السبات يقاوم قهر الزلام وبتش الطغاة ونار السدامة يقولون له أسمت فإن الصمت خير من الكلام أي صمت تقصدون أتعنون صمت المستسلمون ألا تسمعون أم أنكم نائمون لصوت الأرامل والأطفال بداخلي يصرق لا ينام هلما فقم وسر للأمام وصوت الحزن الذي يتراقى مع المفقودين يأنه فطارا لصوت الأنين يقدم لهم العزاء الجميل ويجقب ويرفض فعل الظالمين طلقت أرواحهم الأبي معا روحي تعانقنا سوية ولم تمنعنا حتى المنية عن الاتفاق كأننا توأمين في الروح لا يفصلهم الجرح عن الانطلاق الشمس ساطعة تكاد تفقد دوءها البراق بل تكاد تزوب في بعضها من الأنين والحسرة والفراق تعانق قامة الشهداء في كل صباح وكل مساء ويصنع الكون له الاحتفال بتقط حب تفوق الخيال سيزرع في الصبح آماله وأحلامه يحصدها الهلال وأحلامه يحصدها الهلال ما شاء الله الله أكبر ده فيه كتير حلو بس وفيه كتير هادف يعني بس طبعا بجد بجد عيشنا مع حضرتك وقت قصير جميل جدا من الأشعار للأسف نفسنا نكمل بقية الحلقة مع حضرتك بس الوقت فعلا ده جدا أنا ساعد بكم والله شكرا جدا جدا لحضرتك كان معنا الأستاذ محمد أطبع بالتواب شاعر وصاحب قدرات خاصة خليكم معينا نكمل باقي فقراتنا إن شاء الله ونطلع فاصل ونرجع دي منين يا حمد؟ أحمد إحنا لقناه على الدائري المعادي مرمي في وضع خطر جدا ومخبوط في دماغه خبطة كبيرة يعني كانت حدثة كبيرة يعني هي كده يعتبر خفت إحنا عملنا لها يعني كحت وعملنا لها تنظيف وغيارات وبناء عليه هي وصلت لكده كانت أخطر من كده وصل الجمجمة وأحمد معنا بقاله دلوقتي أكتر من شهر أو شهرين ويعني عايزين نوصل لأهله أي حد عنده معلومات عن أحمد جريت يتوصل معنا عشان أحمد شاب جميل جدا وأكيد هو تايه من أهله وعايزين نوصل لأهله